السؤال pairs of forces يعني قوى بالأزواج دائما نطبق نفس القوى متساوية ولكن بالأزواج pairs of forces of equal magnitude act on identical cylinders as shown in the figures إذن كل هذا إذن أسطوانات متشابهة أو نفس الأسطوانة ونطبق عليها إذن بنفس القوتين في كل حالة in which figure is the cylinder in equilibrium إذن بطب هناك تركات هناك محاولة تدوير للcylinder ونذكركم مرة أخرى ممكن يكون في static equilibrium أو kinetic equilibrium ممكن يدور ولكن بسرعة دوران ثابتة في كل الحالتين إذن يكون في توازن إما توازن ثابت أو توازن حركي والفكرة هي أنه سوف نطبق في كل الحالتين المجموعة التركات يساوي السفر ومجموعة القوى يساوي السفر أيضا إذن تذكير إذن سوف أسمي أو أعطي إذن تسمية لكل القوى إذن F1 أنه F2 اللي هو القوتين متساوية إذن عندهم نفس المجلد أو في أف وان اكوال أف إذن المجلد المشتركة رأي المكتر المنطقة سوف نطبق إذن السلندر أدن نصف قطر أ إذن الإكليبريوم إذن يجب أن يحقق إذن معادلتين إذن مجموعة القوى يساوي السفر F1 زائد F2 equal 0 وهذا هو الحال في كل الحالات الخمس في كل الحالات أظن القوتين متساويتين خلينا ننشيكوا مرة أخرى عفوا شايفين هنا متساويتين متعكستين متساويتين متعكستين هنا أيضا ولكن هنا لا هنا شايفين مجموعة القوتين لا يساوي السفر إذن هنا المعادلة الأولى تنزع هذه الحالة إذن ليست في توازن لأنه مجموعة القوتين لا يساوي السفر إذن هذه المعادلة الأولى وبعد ذلك نمر إلى المعادلة الثانية إذن في المعادلة عفوا في الحالة الأولى أو كيس A إذن أعادت الرسمة كبرت السيلندر في الرسمة هذه المركز هو O نقطتين تطبيق القوتين F1 تطبق على النقطة A و F2 عفوا F2 تطبق على النقطة B تمام ويجب أن أتحقق مجموعة القوتين يساوي السفر شايفين القوتين متساويتين ومتعاكستين إذن أفنت يساوي السفر المعادلة الأولى متحققة ولكن المعادلة الثانية هي التي ليست متحققة نتأكد من هذا القوة F1 إذن عندها الزراع في الحقيقة R هو في نفس الوقت الزراع لماذا؟ لأن الزاوية تساوي 90 تأكدوا من هذا R هو O A هو الفكتور O A إذن رايح إلى الأعلى شايفين؟ إذن الزاوية ألفا 1 من R إلى F1 من R إلى F1 الزاوية إذن هنا تساوي سالب 90 عفوا هنا الزاوية تساوي سالب 90 أنا مخطئ ولكن تساوي سالب 90 والآن إذن ترك T1 وش هو؟ أوكي أيضا هنا عملت خطأ ولكن هذا لن يغير نتيجة التمرين أوكي آسف على هذا الخطأ هذا إذن توضح الآن الاتجاه هذا هو الاتجاه السالب وليس الموجب والزاوية ألفا 1 لا تساوي زاوية 90 وإنما تساوي سالب 90 ونفس الشيء لألفا 2 ألفا 2 أيضا تساوي سالب 90 أوكي والاتجاه هذا اتجاه تدوير F2 هو أيضا لاتجاه السالب أوكي هذا الاتجاه الدوران السالب أوكي وهذا العكس هذا المعاكس لعقارب الساعة هذا الاتجاه الموجب طيب إذن هنا نصحح مرة أخرى إذن الزاوية هي سالب 90 الترك T1 أوكي يساوي سالب RF وليس RF أوكي إذن هذا سالب 90 يعطيني سالب 1 والقوة F2 نفس الشيء أوكي الزاوية تحاية سالب 90 والقيمة تحاية سالب RF مجموعة الاثنين يساوي إذن سالب 2 RF لأنه عندي سالب RF وزائد سالب RF يعطيني إذن سالب 2 RF لا يساوي السفر وبتالي طونات لا يساوي السفر إذن هذا الأسطوانة ليست في توازن في الحالة الثانية أوكي في الحالة الثانية شايفين القوتين تؤثر من الخارج ولكن هذا الحالة هذه أيضا تكافئ هذا الحالة هذه similar to this situation أوكي فيما يخص الشرط الأول أما الشرط الثاني أوكي وليسوف يتواضح الآن فيعطيني فهو متحقق ويعطيني إذن يساوي السفر وبالتالي هذا هو الجواب لكنا نبحث عنه والجواب الصحيح هو الكيس B إذن فيما يخص القوة F1 شايفين القوة F1 تؤثر إلى اليسار أفقيا أوكي أما O A فهو الفكتور إلى اليمين وبالتالي من اليمين إلى اليسار الزاوية هنا أظن عملت نفس الخطأ ولكن سالب 180 هو أيضا زائد 180 لا عفوا هو سالب 180 إذن ألفا 1 يساوي سالب 180 تمام وبالتالي طوى 1 يساوي السفر ما فيش مشكلة لأنه سالب 180 أو سالب 180 هو نفسه سفر أوكي القوة F2 تؤثر إلى اليمين و O B إذن يتجه إلى اليسار إذن الزاوية هي ألفا 2 وهنا الزاوية تساوي زائد 180 وليس سالب 180 هنا الزاوية تساوي زائد 180 وأيضا طوى 2 سوف يساوي السفر تمام إذن عملت خطأ في علامة الزاويتين ولكن في الأخير التركين طوى 1 وطوى 2 يساوي السفر وبالتالي مجموعة الاثنين يساوي السفر إذن الجواب الصحيح الذي كنا نبحث عنه هو الجواب B نمر إلى الحالة الثالثة وهو الكيس C شايفين هنا نفس الشيء قوتين متساويتين متعاكستين F1 يساوي السفر وأمر الآن إلى التركات فيما يخص القوة F1 شايفين تؤثر إلى اليمين وOA ينظر إلى اليمين إذن الزاوية ألفا 1 هي سفر ألفا 1 يساوي سفر إذن طوى 1 يساوي السفر أما القوة F2 عود نرجع إلى الحالة A مثلا القوة F2 تشير إلى اليمين وOB يشير إلى الأسفل إذن نروح من الأسفل ونحسب الزاوية ألفا 2 الآن الزاوية ألفا 2 تساوي زائد 90 شايفين رايحة في الاتجاه الموجب وتساوي زائد 90 درجة والترك 2 يساوي الآن إذن R مضروب F2 يعني F مضروب ساين 90 وهو 1 إذن يساوي RF إذن تلاحظوا أنه 0 زائد RF لا يساوي 0 وهو طاون إذن الشرط الثاني غير متحقق وبتالي جواب C خطأ الآن فيما يخص الجواب D تكلمنا عنه تمام القوتين متساويتين وفي تجاه 1 إلى اليمين وبتالي F لا تساوي 0 إذن المعادلة الأولى كافية لحسم الأمر وبتالي كيس خطأ وأيضا ممكن نتأكد من قيمة Total Torque أو Net Torque إذن F1 تؤثر إلى اليمين على النقطة A O A ينظر إلى الأعلى وبتالي الزاوية Alpha 1 أظن تساوي سالب 90 زاوية Alpha 1 تساوي سالب 90 وبتالي قيمة Torque 1 هو إذن سالب RF R هو الريجوس بطاب OA أما F2 فهي إذن متجهة إلى اليمين O B متجه إلى اليمين إذن زاوية Alpha 2 تساوي 0 وبتالي قيمة الترك الثاني 0 وهنا إذن مجموعة تركين سالب RF لا يساوي 0 إذن الشرط الأول على F NET والشرط الثاني على TONET الاثنين لا يحقق التوازن إذن الجواب D خاطئ يبقى الآن الكيس الأخير أو كيس E وشايفين القوتين إذن تؤثر من الخارج على الأسطوانة في اتجاه معين أوكي وهذا الكيس هذا أيضا يكافئ أو similar لهذا الكيس يعني في نفس الاتجاهين ولكن تؤثر من الداخل هذا الرسمة هذه أو هذا الرسمة هذه فالاستنتاج والتحليل هو نفسه فيما يخص الشرط الأول قوتين متساويتين ومتعاكستين إذن FNET يساوي الصفر الآن سوف نحسم الأمر بالTONET القوة F1 كما ترون متجهة في اتجاه معين لهو ما بين 0 و180 كيف نتحصل على الزاوية دائما نروح نحدد ما هو الفكتور R هو الفكتور OA تمام والزاوية الآن شايفين OA إذن ينظر إلى اليسار أفقيا وباش نروح إلى تجاه F1 لازم نعمل هذه الزاوية هذه Alpha 1 وكما تلاحظون Alpha 1 تمام محصورة ما بين سلب 180 وسلب 190 إذن السين سوف يكون محصور ما بين سلب 1 و 0 سفر جاي من هذه تمام جاي من قيمة سلب 180 وسلب 1 جاي من القيمة 190 إذن السين سوف يكون ما بين 2 لا يساوي 1 ولا يساوي سلب 1 ولا يساوي 0 وفي هذا الحال بطبع الحالة هذه تعطيني سلب RF 1 وهذه تعطيني تورك يساوي 0 إذن تورك F1 عفوا Tau 1 لهو إذن R مضروب بF مضروب بSine Alpha 1 سوف يكون محصور ما بين هذه القيمة هذه وهذه سلب RF وهذه القيمة هذه ولكن لا يساوي 0 وإذا عملنا نفس الشيء بالنسبة للقوى F2 سوف نتحصل على نفس الشيء وكي وكي تتحصل على الزاوية F2 إذن رأي R هو Vector OB إذن أفقي إلى اليمين وكي نذهب إلى تجاه F2 إذن لازم نعمل هذه الزاوية هذه ونفس الشيء الزاوية Alpha 2 مثل ها إذن هي تساوي الزاوية Alpha 1 بي كونستركشن تمام وسوف تكون ما بين هذه القيمتين والتورك Tau 1 سوف يكون أيضا ما بين هذه القيمتين ولا يساوي السفر وبالتالي مجموعة Tau 1 وTau 2 يعطيني إذن تورك سالب ولكن لا يساوي السفر وكي ولأشرت إليه بهذا الطريقة هذه وعفا الطريقة هذه نرجع لها فيما بعد إذن مجموعة توركين لا يساوي السفر Tau 1 negative non وتau negative negative وnon null وبالتالي مجموعة الاثنين لا يساوي السفر إذن في الأخير الشرط الثاني إذن يجعل أن الكيس E غير صالح ما يعطيني الش التوازن في الرسمة هذه أشرت إلى نقاط التقاطع هذه إذن رسمت هذا الديامتر تمام هذا الديامتر يمر بالنقطة O وبحيث أنه يكون معامد لاتجاهي القوتين شايفين الاتجاهي للقوتين هو هذا الخطين هذا الحاملين إذن هنا عندي زاوية قائمة وهنا أيضا عندي زاوية قائمة ونقاط التقاطع هما A1 بالنسبة للقوة F1 وB1 بالنسبة للقوة F2 و التعريف الترك وتعريف الذراع هو أن هذا هو ذراع القوة F1 O A1 هو ذراع القوة F1 و O B1 هو ذراع القوة F2 ونلاحظ من الرسمة أيضا أن O A1 يساوي O B1 تمام وإذا ركزت على الترك تلقاه أن طو إذن هو ناقص ذراع القوة F1 مضروب F وهنا أيضا وناقص الذراع O B1 مضروب القوة F وهنا أيضا شايفين شيء سالب زائد شيء سالب يعطيني إذن شيء سالب وليسا ولا يساوي السفر ترجمة نانسي قنقر